السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأخ عبد الرحمن ذاكير على القناة ذاكير انجليش مصطلح 155 كما هنا تنشوفوا يعني نقرأ N وهنا كين هاد يعني الفوق باش نضغطه على V وهنا I مع هاد E مع جيس كيل اتولي I Environment 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 اوكي دانك ادي النطق دياله عودوا اعدت مرات Environment Environment غراماتيك النون هو اسم محيط يعني الحاجة اللي تتحيط بنا اوكي مثال In the other In the other words Genetic constitution or environment يعني وبطريقة اخرى وبشكل اخر Genetic constitution هما تلك الجينات الوراثية يعني تكوين ديالهم او لا يعني المحيد هاد الجملة اوه هاد الجملة اخدينها من القصة ديال Identical سيسر اللي كان في البلايليست تعلم اللغة الانجليزة عن طريق القصص الحقيقية اوه هما فرقوهم في الولادة ديالهم وعطو كل واحد عطوه في العائلة وكل عائلة يعني كل عائلة تربي واحد البنية والعجيب هو انه كل عائلة يعني ما قالوش لها ارى عندها اختها هادي كالاجونس اللي ديال تبني منين عطو العائلة يتبنوا ذوك البنات كل ما قالوش كل عائلة تبنت بنت ما عفاتش بأنها عندها اختها يعني من بعتها لينتين سناعة باش تلاقاوك اللقاء مؤثير كان في القصة إلا بيتو ترجعوا لها In other words genetic constitution or environment وما علاش فرقوهم في الولادة باش العلماء يعرفوش كل غادي يغلب واش genetic constitution ولا environment ولا المحيد دانك عودوا معي In other words genetic constitution or environment In other words genetic constitution or environment دابر بسرعة أكثر يعني حاولوا ترفعوا الصديركم In other words genetic constitution or environment In other words genetic constitution or environment In other words genetic constitution or environment حاولوا كل واحد يحاول يعني يعود هذه الجملة أكثر ما يمكن باش ان شاء الله يرسخها في الدين ديالو ويرسخ توظيف ديال المصطلح يعني في الجملة آآ بشكل جيد إلى أن نلتقي بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا